سلسلة تمارين الأعداد من عشر إلى تسعة عشر قراءة وكتابة وتمثيل جمع جدتي كميات مختلفة من البيض طيلة أسبوع كامل بهذه الطريقة اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع اليوم الخامس اليوم السادس اليوم السابع أولاً أساعدها على معرفة ما جمعته في كل يوم بتعمير الجدول التالي اليوم الأول أحد عشرات اليوم الثاني أحد عشرات اليوم الثالث أحد عشرات اليوم الرابع أحد عشرات اليوم الخامس أحد عشرات اليوم السادس أحد عشرات اليوم السابع أحد عشرات أحسنتم صغاري هكذا تكون الإجابة اليوم الأول أي يوم الأول أحد عشرات اليوم الثاني أحد تسعة و أي يوم الثالث أحد أحد ستة عشرات واحد اليوم الرابع أحد واحد عشرات واحد اليوم الخامس أحد ثمانية عشرات واحد اليوم السادس أحد خمسة عشرات واحد اليوم السابع أحد اثنان عشرات واحد ثانياً تبيع جدتي كمية البيض إلى الخباز الذي يقوم بصنع عدة أنواع من الخبز والمرطبات أحسب وألون الخانة المناسبة أربعة عشر ستة عشر ثلاثة عشر ثمانية عشر إثنى عشر خمسة عشر إثنى عشر سبعة عشر تسعة عشر ممتاز أحسنتم الإجابة ستة عشر ثمانية عشر إثنى عشر ثالثاً ألاحظ المثال وأكمل أحد عشرات إحدى عشر أحد واحد عشرات واحد ستة عشر أحد عشرات أحد عشرات أربعة عشر أحد عشرات ممتاز ممتاز رابعاً أكمل تعمير الجدول العدد بالأرقام سلاسة عشر العدد بالحروف سلاسة عشر تمثيله العدد بالأرقام العدد بالحروف تمثيله العدد بالأرقام ستة عشر العدد بالحروف تمثيله العدد بالأرقام العدد بالحروف سبعة عشر تمثيله العدد بالأرقام تسعة عشر العدد بالحروف تسعة عشر تمثيله رائع الإجابة تكون كالتالي العدد بالأرقام ثلاثة عشر وبالحروف ثلاثة عشر وهكذا يكون تمثيله العدد بالأرقام أربعة عشر وبالحروف أربعة عشر وتمثيله يكون هكذا العدد بالأرقام ستة عشر وبالحروف ستة عشر وتمثيله يكون كالتالي العدد بالأرقام سبعة عشر وبالحروف سبعة عشر وتمثيل يكون هكذا العدد بالأرقام تسعة عشر والعدد بالحروف تسعة عشر وتمثيل يكون هكذا